أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرياً ضمن أكبر حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعاشية على المواطن وأفادت وزارة المال بأن زيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات وعلاوة الغلاء التي سيجري تنفيذها بدءاً من مارس المقبل ستكلف الموازنة 60 مليار جنيه سنوياً والجدير بالذكر أن مصر تعيش أزمة اقتصادية صعبة إضافة إلى تصاعد توترات الجيوسياسية في المنطقة إلى جانب شحن شديد في السيولة الدولارية ولا تزال أزمة البحر الأحمر تلقي بظلالها على قطاعات مختلفة في مصر إذ تتوقع مصادر محلية للشرق أن ترتفع نسبة التراجع في إرادات قناة السويس منذ بدء هجمات الحوثيين إلى ما يزيد على 44% وهي النسبة التي أعلنها رئيس الهيئة أسامة ربيع في آخر مقابلة مع الشرق تفاصيل أكثر عن آثار تلك الأزمة في التقرير التالي لم تقتصر التأثيرات السلبية لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر على تراجع إرادات قناة السويس إلى نحو 44% وفق رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أواخر يناير من العام الجاري وإنما طالت شركات شحن وأخرى عاملة في الخدمات المقدمة للسفن كالتزويد بالوقود ليبقى مصير تلك الشركات مرهونا باستقرار الأوضاع في هذا الممر الملاحي الرابط بين قارتين أسيا وأوروبا النسب السفن اللي كانت بيتيجي لمناطق الانتظار عشان تعبر قناة السويس وإحنا بنؤدي لها هذه الخدمات العدد بتاعها ألف أصبح تموين الوقود أقل اللي إحنا بنقدر نعمله يعني بدل ما كنا بنعمل في فترة سابقة ممكن مركبين وثلاثة في اليوم نموينهم وقود دلوقتي ممكن مركب كل ثلاثة أوروبا عطية في مواجهة هذا الواقع الجديد برز الحديث عن اهتمام مصري متزايد بالقط العربي للنقل البري والبحري وهو مشروع تجاري ثلاثي للنقل متعدد الوسائت بين مصر والأردن والعراق المشروع بحد ذاته ليس جديدا لكنه سيشهد إضافة مسارات أخرى تربط دول الخليج بمصر قد يكون نافذة للصدرات المملكة الأردنية وبعض الصدرات العراقية وأيضا يمكن يفتح باب لصدرات بعض الدول الخليجية إنها تمر عبر هذا الطريق وهو استثمار لفكرة النقل المتعدد الوسائت فهذا حل لكنه لا ينهض أن يكون حلا كاملا للأزمة ولا يمكن أن يكون بديلا لقناة سويس لكنه يساعد على استرقاء الأزمة لبعض الدول المجاورة يمر عبر قناة السويس عادة 12% من حجم التجارة العالمية و25% من تجارة الحاويات بحسب الهيئة فيما يوفر الإبحار عبر القناة من 10 إلى 14 يوما مقارنة بالاتجاه جنوبا عن طريق رأس الرجاء الصالح الحرب على غزة وما تلاها من تداعيات تمثلت في أوضاع غير مستقرة في البحر الأحمر تسببت بإضعاف آفاق نمو اقتصاد مصر فصندوق النقد الدولي خفض توقعاته للعام المالي 2023-2024 إلى 3% مقارنة بـ 3.6% بحسب تقديرات سابقة في أكتوبر الماضي إسلام أبو المجد الشرق القاهرة